اشتركوا في القناة سوف ابين معاصر جدا يفيدنا النظر فيه نحن الذين نسعى للتجديد في مجال الاخلاق وفي الوقت ذاته نعيش اوقات صعبة ليست الاخلاق بمنئة عنها ومن اجل وضع الخلاف في سياق قابل للفهم ابدأ ببعض الافكار الحديثة حول العلاقة بين القانون والاخلاق او القانوني والاخلاقي فاقول للحكم الاخلاقي وظيفة توجهية يدل عليها ما يقوم به الكبار منا في توجيه الصغار نحو السلوك الاخلاقي القويم نقول لطفل صغير يقوم باذاء قطة مثلا نقول له بنبرة معينة هذا حرام وقد نقول لا ينبغي عليك ان تفعل ذلك في المحاصلة الاخيرة همنا ان يمتنع فكأننا بقولنا للطفل هذا حرام نقول له لا تفعل ذلك اي اننا نعطي امرا او توجيها سلوكيا نود ان يتم الالتزام به وهذا ما قاله انصار وضعية المنطقية من امثال شارلز ستيفنسون في الخمسينات من القرن الماضي بعبارة اخرى بطبسيط زائد نقول ان الحكم الاخلاقي هو عبارة عن مشروع مشروع قانون او قاعدة وليس هناك مسافة بعيدة بين الحكم الاخلاقي مثلا ان التعذيب مستنكر وبين سن قوانين تعاقب من يقومون به هذا من ناحية من الناحية الاخرى يجوز القول ان القانون اي قانون لا ينظر الى نفسي بمعزل عن الاخلاق كل مشرع قوانين عرضة للسؤال لماذا هذا القانون لماذا يجب علينا ان نلتزم به ابحث عن الاسباب والمسوغات للقبول بالقانون تجد ان الاعتبارات الاخلاقية تقبع في القاع او ليس فوقه بكثير لماذا قوانين السير لانها تعود علينا بالخير او لانها تدفع الضرر باختصار شديد نقول ان الاحكام الاخلاقية تطمح الى ان تقونا كما ان القوانين تبحث عن سندها في الاخلاق علاقة المعتزلة والاشعر بكل هذا باختصار شديد اقول ان تعاون الاشعر مع مسألة العلاقة بين الاخلاق والقانون انهم يقيمون الاخلاق على القانون في حين ان المعتزلة يقيمون القانون على الاخلاق لم يكن عند الاشعر تمييز حاد بين من يحسن دينه من خلال الالتزام بشرع الله ومن يحسن خلقه لذا يمكن القول ان الاخلاق يتم استيعابها من خلال الامر الالهي لدرجة الدعي تفقدها استقلاليتها اما بالنسبة للمعتزلة فالامر يجري بصورة معاكسة الشرع الالهي ليس هو من يصنع حسن الافعال وقبحها بل انه لا يعد كونه دالا او مؤشرا على حسن الشيء او قبحه وهناك من الاقوال المعتزلية ما يوحي بانهم اوشكوا على ابتلاع القانون من خلال الحكم الاخلاقي على نقيد الاشعر تماما هذا المزاعم نؤيدها من خلال اكتباسات كثيرة لا تكفي ولكن ليس عندنا وقت لبناء الصرح من المحاججات اللازمة اشير الى الجويني الذي يقول العقل لا يدل على حسن الشيء ولا قبحه وانما يتلقى التحسين والتقبيح من الشرع فالمعني بالحسن ما ورد الشرع بالثناء على فعله والقبيح ما ورد الشرع بذنه والحسن ليس صفة زائدة على الشرع وانما عبارة عن شوف تأكيد عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فعله هذا بناء على كلام الاشعر الاقدم منه الذي يقول انما هو الاشعر يعرف العدل والظلم من خلال مفهوم التجاوز او خرق الحدود والمرسومات إنما يقبح مننا الفعل لان تجاوزنا ما حد ورسم لنا فلما لم يكن البالي مملوكا ولا تحت امر لم يقبح منه شيء يقبح الكذب لان الله قبحه ولو حسنه لكان حسنا ولو امر به لم يكن عليه اعتراض الآن عودة الى الفكر اليوناني هذا الكلام في العلاقة بين القانون والاخلاقي ليس نبتكار الاشعر ليس جديدا بل درس هذا قد تمت مناقشته بشكل جدي لأول مرة في محاورة افلاطون معروفة باسم اوتيفرون حيث يدفع سكراط محاوره الى القول بان الفعل الاخلاق هو ما تحبه الالهته والفعل الفاجر هو ما تكرهه الالهته طبعا سكراط لا يكر اوتيفرون على هذا الموقف ولذلك يتبرم سكراط في المحاورة قائلا لأوتيفرون انا عندما اسألك عن جوهر الحسن في الافعال تجيبني بالعرض لا الجوهر يعني تقول لي انا محبوبا منك بالالية وهذا مجرد عرض ليس جوهري وانك لتأبى ان تشرح لي معنى حقيقة حسن الافعال المعتزلة في رأيي لا نجد في فك المتكلمين من يعبر عن الموقف السكراطي افضل من المعتزلة نراهم يقولون على لسان القاضي عبدالجبار ان السمعة لا يجب قبح الشيء ولا حسنه وانما يكشفه عن حال الفعل عن طريق الدلالة فيقول عبدالجبار ان النهي منه تعالى مؤشر على قبح النهي يدل على القبح والدليل يدل على شيء على ما هو به لا انه يصير على ما هو به بالدلالة والنهي الصادر منه تعالى يجري مجرى قوله هذا الفعل قبيح عبدالجبار بيلتقي مع السكراط في انه بيرفض تأسيس الحسن على الامر عبدالجبار يذهب الى ابعد من ذلك لانه يزعم بانه لا فصلة يعني لا فرقة في الشاهد بين قولنا لا تفعل وقولنا هذا قبيح يعني كأنه ايضا يماهي بين الامر بالاجتناب والقبح فهو يؤسس الامر يؤسس الامر على اساس الحسن بينما الاشعر يؤسس الحسن على اساس الامر هذا اختزال في رأي هذا ايضا اختزال شأنه شأن الاختزال الاشعر مرفوض الآن بس اتوقف لحتى اقول انه نقاشنا السابق يحمل في ثناياه محاججة مختصرة مفادة ان خلاف المعتزل والاشعر لم يعطوا عليه الزمن بتاتا في رأيه حاله حال محاورة اطفرون باقي ما بقينا نتحدث عن تأسيس الاخلاق على اساس ديني وهذا نقاش جاري ليس فقط عندنا وانما ايضا في الغرب طالما نتحدث عن تأسيس الاخلاق على اساس ديني او نتحدث عن علاقة بين القانون والاخلاق عموما او نتحدث عن القانون الطبيعي على خلاف القانون الوضعي فالاشعر والمعتزل موجودون هذه كلها اللي ذكرتها نقاشات حية وقائمة في سياق فلسفة القانون في الغرب من خلال جدل القائم بين انصار وضعية القانونية وخصوم القائلين بالقانون الطبيعي فلا اريد حقيقة انا بواحد من الناس هذا هذا النقاش المعتزل الشعري معاصر فبالتالي عندما نتعامل معه نحن العرب المعاصرون نحن نكون داخلين في محاورة عالمية قائمة حاليا متعلقة بالقانون والاخلاق فليس هذا طراثا يعني باليا انساه وتجاوز وليس كذلك بتاتا كيف حال مع الوقت حال جيدة هلا بالنسبة للقراءة الجديدة سبق ان عرضتها بمقالة بالانجليزية متعلقة عن القانون الاسلامي والوضعية وما نسمي بالوضعية القانونية لان فيما يخص القراءة الجديدة للمعتزل والاشاعرة هذه بتقوم على طريقتين في التعامل مع مفهوم الوجوب والمفهوم الوجوب الدعي انه ليس مفهوم ذو معنينة على الاقل هذا هو عبارة عن كراءة او يعني التعامل مع مفهوم قامت به اليزابيت انسكوم في مقال نشرة 1958 كانت مشهورة ولها اثر كبير كبير في فلسفة الاخلاق الحديثة خصوصا على مكنتير اللي هو يعني اسم معروف اكثر من اليزابيت انسكوم المرأة نعم اليزابيت يقال عنها من قبل احد الفلاسفة في هارفرد انه كتابها الموصوم بالنية انه هو افضل شيء كتب في هذا الموضوع منذ وقت ارستو فعندما يجري مقارنتها مع ارستو يعني بهذا يعني مكاني المهم هي انسكم تعرض معنيني محدديني لمفهوم اليجب او الوجوب المعنى الاول لو كان عندي امكانية العرض هناك ممكن كان ساعدنا بشوي المعنى الاول للوجوب بنوضحه بالاشارة الى القواعد عموما اوضح مثلا على القواعد هي قواعد الالعاب المختلفة مثل الشطرنج وكرة السلة وغيرها من الالعاب بالمعنى العادي للكلمة هذه الالعاب هذه تقتضي ممارستها السير كما نعرف جميعا حسب قواعد محددة كل من يلعب هذه اللعبة او تلك يجب يجب عليه القيام بحركات او افعال معينة في ظروف معينة مثلا عندما يتعرض حجر الملك في لعبة الشطرنج للتهديد يجب على اللاعب ان يخلص من التهديد او يجب عليه ان يعترف بالهزيم انتهى يعني الوجوب مرتبط بالقاعدة اللي بتقول في هذا تعمل كذا هنا تعمل كذا هنا تعمل كذا تزعم ان سكوم ان الواجب في سيق الخطاب الاخلاقي تأسس حديثا على اساس قواعد او قوانين محددة ملزمة هي بذاتها القوانين والشراع الالهية التي تحدد ما يجب علينا ان نفعله بتقول تماما كما تحدد القواعد المختلفة في لعبة ما ما يجب علينا ان نفعله او من امتنع عن فعله في هذا الظرف او ذاك الظرف هي تأخذ على الفلسفة الحديث انها قامت بالابقاء على مفهوم الوجوب في حين نحت جانبا القوانين والقواعدات المنبع الالهي التي كانت تمنح مفهوم الوجوب مضمون ومحتوى في العصور يعني ما قبل الحديثة تزعم ان ان المفهوم اللا اخلاقي الامورال او مورال رونغ انه هو وريث وريث مفهوم الممنوع شرعا والذي يجد مكانه الطبيعي في التصور القانون الالهي في التصور القانون الالهي للاخلاق الذي يوجب كما توجب قواعد لعبة من اللاعبين القيام بافعة المعينة لابد حد يتسأل ما هذا ما علاقة واجبات الالعاب بواجبات الاخلاق ما هذا الكلام يتوجب علي الامتناع عن الكذب تماما كما يتوجب على الامتناع عن تحريك البيضة للخلف يعني نفس المنطق نفس المعنى هالاخلاق لعبة هالاخلاق لعبة اصلا طبعا انسكم لا تقصد ذلك العيش في مجتمع ملتزم بشرع الله او بالدستور الوضعي هذا ليس كممارسة لعبة الشطرنج ولكن الفرق لا يكمن في وجود القواعد التي قد تطاع وقد تعصى لانها موجودة في الحالتين الفرق يكمن بين لعبة الشطرنج واللعبة الاخلاقية يكمن في قابلية الانفكاك في الاهمية وفي شمولية الممارسة في حالة الشطرنج هناك دائما امكانية الخرج من اللعبة قل لا العرشاط من الانفكاك لا اريدها تنفك منها ان في حالة المجتمع الانفكاك غير وارد وثاني الاهمية اهمية يعني لا ينهاره صقف الدنيا على رؤوسنا اذا توقفنا سنة كاملة عن ممارسة لعبة الشطرنج ولكن اذا توقفنا عن الالتزام بشرع الله او بقواعد الاخلاق هذا امر اخر تماما تماما واخير مسئلة الشمولية الجميع مضطرون ليس الجميع مضطرون لعبة الشطرنج لكن الجميع مضطرون يعني الالتزام بالقوانين والحالة الاخلاقية بحسب التفسير الاول لمفهوم الوجوب الوجوب هو وليد وليد القانون او القاعدة ولا معنى له بدونهما لكن المشاكل اللي شخصها المعتزلة في الموقف الاشعري شيء اخر شيء اخر هذه المشاكل بتبرز لما نقوم بتفحص الاسئلة والاجوب التالي في كل من المحاورات التالية محاورات مختصرة اردتو انا عرضه هناك حتى تجسل النظر لها لكن ربما امكاني بس اكلوا محاورة الاولى صغيرة ثلاثة اسطور محاورة الاولى سين لماذا لا يجب علي ان ان لا اقوم بالتحريك البيضق الى الخلف جواب جيم لان قوانين الشطرنج تمنع هذا سين لماذا يتوجب عليه التزام بقوانين الشطرنج جواب نريد ما هو الجواب المحاورة الثانية لماذا يجب ان اتوقف عند اشارة المل حمراء لان قوانين السير تقول هكذا طب لماذا يجب ان نقطع قوانين السير جواب نريد ثالثا لماذا يتوجب علي الانتناع عن تناول لحم الخنزير او المشروبات الكحولية او كذا او كذا الجواب لان شرع الله يقتضي ذلك طيب السؤال السؤال طب لماذا يجب علي ان نقطع شرع الله الجواب نريد جوابا هذه المحاورة الثالثة واضح انه الاجوبة لان الله يريد ذلك لان الله يقول ذلك لان قوانين السير تقول ذلك لان الدستوري نص على ذلك انه هذا الاجوبة في بعض السياقات اجوبة جيدة ومقبولة وبتنهي الموضوع وانتهى لماذا اقف عند الاشارة الحمراء قانون السير انتهى وبعدين انتهى لكن هذا لا يمنع ان الانسان الا يتسائل في النهاية عن منطق اطاعة القانون السير عن منطق اطاعة لعبة كل هالامور هذا هذا هو السؤال اللي كان هم المعتزل انهم يفهموا يعني يقول منطق القوننا منطق التشريع الغاي منه معنى مغزا فهم يعني انتهى بهم الامر يعني اختصر لانه انتهى بهم الامر الى الحديث عن مفهوم ثاني للوجوب غير مفهوم الوجوب وليد القانون او وليد القاعدة مفهوم ثاني للوجوب ترصد انسكم في عند ارستو وانعطى اسم بمعنى الضرورة الارستية وتفسيره هو كالتالي يقول ارستو في كتاب ما بعض الطبيعة بحدد مفهوم عن الوجوب من خلال انه انه الواجب هو ما لا يتحقق او يتم الخير الا به فبهذا المعنى بنقول يجب على الرياضي ان يتمرن على الدوام يجب على مرأة الحامل ان لا تكثر من السكريات يجب تزويد هذه الشجرة بالماء في الحال هذه كلمة يجب هنا الوجوب لا يمكن ان يقول ان يكون وليد القاعدة لانه ليس هناك قاعدة ولا قانون بقول انه ليس هناك قوانين تقول انه الرياضي يجب ان يتريض ما في قانون من هذا النوع لكن يجب ان يتريض ولا في قانون انه يجب ان نسكي هذه الشجرة ابدا لكن وجوب استقاط الشجرة او وجوب تريض الرياضة هو القول بانه لهذا الرياضي او لهذه الشجرة او لهذا المرأة الحامل خير وحتى تحقق هذا الخير يلزمه كذا وكذا فبالتالي من هنا ينبع الواجب فالفكرة بالنسبة للمعتزلة كيف يستخدم المفهوم الوجوب هم عندما يتكلمون عن الوجوب يتكلمون من منطق انه الله اله خير ومريد الخير لعباده وهو اله وخير وخير العباد يتمثل في كونهم مثلا يصومون يصلون يزكون يحسنون يصدقون يوفون بالعادة والى اخر ذلك فبالتالي يعني بهذا يتم خيرهم بالتالي ربنا يصن هذه القوانين يعني تأشيرا منه على اهميتها او على دورها في التحقيق الخيري للانسان بس خيرية يعني خير الانسان وكون هذه القواعد بتتمم الخير هذه مسائل موضوعية حقيقية وليست من صنع صانع يعني اللي بيخلي في قول الصدق والوفاء بالعول اللي بيخلي فيه تحقق لخير الانسان في هذه الدنيا هذا ليست مسألة ارادة الهية او سنقا اللي بخلي انه بطبيعته فعل الوفاء بالعهد والصدق والتصدق والاخرى هذا كلها بحد ذاتها موضوعيا فيها تحقيق فبالتالي حقيقة ليس هناك تناقض بين المعتزلة بس دقيقة واحد ليس هناك تناقض بين المعتزلة والاشر لعني عندهم معنين عن الوجوب الواحد يكمل الثاني انت في المجد تحتاجه الى قوانين محددة وتحتاجه ليس اي قوانين ما بلا قوانين عبودية نحتاج القوانين لكن نحتاج ان تكون قوانين يعني معقلنة وإلها منطق عقلنة فبالتالي الاشعر اكدوا على على ضد وجوب القانون الذي يطاع والذي عليه عقوبات والمعتزلة على عقلنية ومنطق وليس هناك تناقض بين نحتاج لكلينهما لكن هذه المحادثة بحكي لكم معنا اللي هي عن العلاقة بين القانون والاخلاقي واريدا نؤكد فينا انها محادثة معاصرة لا تزال النقاش حوله محتدم ونحن اذا يعني احيينا النقاش المعتزل الاشعر على منحن ما هو حق عند المفاكل الاسلامي اللي برغاليين بعض بحيوه يعني لا نكون يعني اغمضنا عيوننا وذهبنا نطمر روسنا في تراب الماضي لا هذه مسائل حقيقة معاصرة وحية وهذا كان قصد من هذا المبحث وشكرا لكم واعتذروا على اطالة رغم ان اعتقد اني طفرت كثيرا انتظروا على اطالة رغم ان اعتقد 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 ان اعتقد